أهلاً أحبائنا مشاهدينا هل يدعو المسيح إلى العنف؟ اسمع ما يقول الكتاب المنقل هو الذي قال إن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك ثم مرتان يقول لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلص فطبعاً كتير من أحبائنا المشاهدين مش الكل، البعض باستخدموا آية خارجة عن سياق الحديث مثلاً أما أعدائه هنا يسوع بيتكلم أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي فلاحظت على الفيسبوك بيشرحوا وبيشرحوا ولكن بعيدوا الآية السؤال ليه؟ ليه؟ ما احنا قلنا هي شخصية المسيح كاملة بلا خطية وبتشوف يعني فرق دينية بتتجادل وبتتهم الآخر أو الديانة بتتهم الديانة بالعنف لما أنا صعقت أوكي احكي عن مين ما بدك بس عن يسوع؟ شيء مضحك صعقت من هذا الأمر عندما أرى مثلاً بعض من أحباء المسلمين يرمون مثلاً هذه الآية أما أعدائه هذه الآية بدون أي مسئولية لمجرد ضرب الفريق الآخر هل فكرت في هذا الموضوع؟ فشايف من واجبي أن أشرح هذه الآية لعلها تلمس قلبك لتفهم روح وطبيعة وإرسالية المسيح وإرسالية الإنجيل فالسؤال الأول من قال هذه الآية؟ ولمن قالها؟ ولماذا قالها؟ وما هي الظروف التي قالها؟ ثم كيف فهمها المستمعين يعني اللي بيسمعوا يسوع وكيف نفهمها نحن الآن إذا قرأت هاي الآية موجودة في بشارة لوقة إصحاح 19 إذا قرأت إصحاح 19 من إنجيل لوقة ستجد الجواب بكل وضوح لوحدك بدون ما ترمي الآية فالسؤال ليه عاوز ترمي الآية بدون المحاسبة بدون أي مسؤولية طب فرضا رميت الآية تسجيتها على الشخص الآخر طب وإنت هل في قرارة نفسك مقتنع بهذا الشيء؟ من تحمي عندما تلقي هذه الآية؟ ثم السؤال ما هو سياق الحديث لهذه الآية أولا أحبائي يعني في سياق الحديث أولا قالها الرب يسوع بفمه الطاهر لمن؟ لليهود المحيطين به حتى يوصل حقيقة هامة جدا هاي الآية أو هذا الفكر ذكروا في بلدة أريحة في أريحة بينما هو ذاهب للصليب أو للصلب في أورشاليم وكانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال هم الجواب لحاله لوحده لوحده بتشوف الجواب قالها في أريحة هو رايح للصلب إلى أورشاليم كان بيظنوا يعني بيفكروا أن ملكوت الله عتيد رح يظهر في الحال وهذا كان رد على السؤال أحبائي على هذا السؤال يعني لا نريد أن مثل هذا يملك علينا فالجواب أما أعداء أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم هاتوا بهم اذبحوهم قدامي هنا قال المسيح ليصحح المفاهيم إن ملكوت الله ليس ماديا ولم يأتي ليطيح بالإمبراطورية الرومانية أو يؤسس مملكة أرضية بل الملكوت يبتدئ بتتويج المسيح ربا وقبوله مخلصا بناء على ما سيفعله في أورشاليم في عملية الصلب والقيامة أيضا شيء ثاني ما قاله يسوع انتبه عزيزي اللي بيرمي الآية مثل قال مثل والمثل عادة لتقريب المعنى مرة أخرى كان قريب من أورشاليم وكانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال شوف مقطتين بعيدهم هذا عادة فقال مثل والمثل حتى يوضح حتى يقرب المعنى وهو قريب من أورشاليم وكانوا بفكروا أن ملكوت الله خلاص رح يظهر لأنه شافوا معجزات المسيح قدرة المسيح من يستطيع أن يقف أمام يسوع المسيح طبعا كانوا يسمعون يعني الناس المعاصرة كانوا يسمعون هذا عادة فقال مثل بكرر أنه اللي تكلم عنه يسوع مثل لأنه كان قريب من أورشاليم وكانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال في الوقا إصحاح 19 والآية 11 إذا أردت أنك تعرف أكتر شيء مهم جدا أننا عاوز أذكره لم نرى هو مش مجرد كلام إحكي لبدكياته باستعال للفعل لم نرى أي حادثة لتنفيذ هذا الكلام الدبح مثلا ولا التلميذ ولا الآباء الرسل ولا حتى ما بعدهم هذا الكلام المسيح قالوا مثل لا تستخدم هذه الآية فهي ليست معادلة للجهاد الإسلامي من الغزو والغرض الاعتناق الإسلام أو اعتناق الإسلام بالقوة انظر إلى يسوع في كلمته طبيعة المحبة حتى الرسول يحن قال ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة الله محبة ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه شيء تاني لمن قال هذه الآية لليهود المسيح سيذهب ويتركهم ويطلب من التلميذ أن يتاجر عم يعطي مثل الأمناء حتى كل واحد عنده وزنات أو مثل الوزنات كل واحد عنده وزنات ياخدها ويتاجر فيها يتاجر في الوزنات بالنسبة لليهود هو تنبأ سيرفضونه ثم بيتكلم للمعاصرين اللي عرفه المضمون اللي عرفه سياق الحديث خلينا حكيها من ناحية تاريخية المكان في أريحة في الطريق إلى أورشاليم ومعروف القصة معروفة لليهود فلما مات هيرودوس الكبير الأب توزعت مملكته على أولاده التلاتة فليبوس اللي هو الشمال أنتيبوس اللي وقف يسوع أمامه في المحاكمة واللي قطع رأس يحنى كان بيحكم الجليل وبرية يعني منطقة الأردن وأرخلاوس كان بيحكم منطقة اليهودية أرخلاوس كان شخصية صعبة جدا شخصية فازدة شخصية قاسية جدا ولأنه كعادة الرومان لازم يروحوا على روما يعطوا التقرير حتى يستلموا الحكم من أغسطس كان لازم يروح ويقابل أغسطس قيصر وهو في طريقه إلى أغسطس قيصر راح أتبعث تانية من اليهود وراحوا لأغسطس قالوا نفس الكلام اللي في الإنجيل أن مثل هذا لا يملك علينا فطبعا أغسطس لا بالعكس عين أرخلاوس عشان أوضح لك مين أرخلاوس اللي في أيامه رجعت العيلة المقدسة من مصر يوسف ومريم والطفل يسوع وما راحوا على اليهودية لأنه أرخلاوس كان الشرير بيحكوا منهاك راحوا للناصر لتتميم النبوة فإذن أغسطس رفض ورجع ولأنه كان فاسد قتل وذبح ناس كاتيرين لدرجة أنه حتى الحكومة الرومانية أقالته وبعد ما أقالته ابتدأ يحط حكام رومان ومنهم بلاطس اللي كان الحاكم الخامس في أيام صلب المسيح فالمسيح عم يتكلم على مثل ومعروف للناس في تلك الأيام لأنه قصر الخلاوس على فكرة بان قصر بنفس بجانب المكان اللي كان بيتكلم منه يسوع فالناس عرفت القصة وعرفت أنه الحادث أنه رأى على أورشاليم ملكوت الله عطيد أن يظهر في الحال فأعطى المثل المعروف المفهوم للناس في أيام المسيح ولكن المسيح طبعا بيتكلم عنه من ناحية روحية هم قالوا لا نريد أن هذا أنه مثل هذا يملك علينا فقال هذا المثل ففعلا يعني الحكومة الرومانية أقالت هذا الحاكم وحذر المسيح بهذا المثل أنه على وشك اليهود يفعلوا بمسيحهم الأمر عينه نفس الشيء لكن طبعا بالمعنى الروحي وهنا يتنبأ عن مصير الأمة ألم يقول الكتاب إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمهم عندما راجع الملك في المثل بيتكلم يسوع مثل كافأ الأمناء وهذا يمثل عودة المسيح ليكافئ المخلصين له وطبعا وزع بحسب اجتهاد العبيد هذه المكافأة أما أعدائه الجماعة التانيين اللي رفضوا وقاوموا المسيح بشدة قال هاتوهم واذبحوهم قدام هنا المسيح يتنبأ عن هلاك الأمة عن خراب أرشليم اللي حل بهم من قبل الرومان في سنة سبعين ميلادي من ذبح وقتل ويعني ومن الانتقام من أرشليم كان يعني بسبب الثورات طيتوس انتقم يعني حب الدهب حتى قشطه عن الحجارة ما خلاش الإخضر واليابس ما خلاش حجر على حجر وتمت النبو ودمر الهيكل وهم أيضا في المحاكمة في المحاكمة قالوا دمه علينا وعلى أولادنا طبعا خلي بالك المثل بيتكلم عن الدينونة في مجيء الثاني دينونة الأشرار اللي رفضوا أن يملك عليهم يسوع المسيح وهذا رمز المثل هو رمز عن العقاب الأبدي في يوم الدينونة بعد نهاية العالم كل من رفض المسيح المسيح كان في طريقه إلى أرشليم بك على أرشليم وفعلا حاول يعطيها الفرصة الأخيرة كم مرة أردت أن أجمعك لأنك لم تعرف زمان افتقادك لم تعلم ما هو لسلامك رفضوا المسيح فرفضت أرشليم وتم العقاب وتم الدينونة أما الكنيسة فعليها أن تقدم المحاسبة على الوزنات وهنا حباء المحاسبة بحسب الأمانة وبحسب المحبة نعم في مكافآت والمكافآت تتنوع في حياة المؤمنين طبعا يعني بيتكلم عن مثل عبيد لكن المسيح لغى فكرة العبيد لا أعود أسميكم عبيدا بل أحباء أصدقاء ويبولس الرسول قال لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح ليس يهود ولا ينان ليس عبد ولا حر ليس ذكر وأنثى لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع هل هذه الآيات تدعو إلى العنف للأسف كل ما عليك اقرأ القصة كاملة المسيح استخدم هاي الآية حتى يوضح المثل فهذه حباء دليل أن المسيحية لا تستخدم العنف ولا القتل وما في عندنا شيء اسمه حد الردة من هذه الآية نستطيع أن نفهم أن يسوع هو الديان الرب الديان العادل كما يقول الكتاب المقدس وهذا من حقه كديان ليكافئ الأبرار وليدين ويعاقب الأشرار لأنه يجب كما يقول في كورونتوس الأولى خمسة عشر لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه يجب أن يملك وهنا لا يسعني إلا أن أوجه عدة أسئلة عدة أسئلة لإخوة المسلمين بكل محبة لماذا أول شيء لماذا لا تقرأ كل النص في الكتاب وتكون مخلص بالبحث عن الحقيقة سؤال ثاني ليه جهلت آي 11 فقال لهم مثلا أو كانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال ليه ليه اتجهلت هذه الآيات لماذا لا تعترف أن الذبح لا يتمش مع روح المسيح أو تعليمه أو حتى طبيعته ثم لماذا في كل التاريخ كل التاريخ لم نسمع أحدا يوجه هذا الاتهام مع أن هم وجهوا اتهامات عديدة مثل ما ذكرت أن المسيح يقدم رسالة العنف لم نرى هذا الشيء لا في تعليمه ولا في حياته لم نسمع من الحكماء ولا الأنبياء ولا العلماء حتى الأعداء والأصدقاء شاهدوا لتفوق وسمو ورفعة المسيح لماذا لا تقرأ سياق الحديث مع من كان يتكلم المسيح ولماذا لماذا لماذا فقط بعض المسلمين يريدوا أن يقللوا من شخصية المسيح ويلبسوه حلة أخرى ثم ما هي المصلحة من هذا الاتهام والسؤال الأصعب لماذا تتطاول على رب المجد الرب يسوع المسيح ثم ماذا تخفي من وراء هذا الاتهام هل تحاول مع كل احترامي ومحبتي أن تجمل من صورة الإسلام على حساب شخصية المسيح طب ما الكتب واضحة كل شيء موجود أمامنا ثم السؤال محير أكثر لماذا بعد تقديم كل الأدلة والأجوة برجع اليوم بتعاود الكرة لاستخدام نفس الآية ليست في مكانها شو السبب ألا تعلم أنه خطر ودينون رهيبة كل من يزيد على كلام الله أو كل من يحزف من كلام الله أو كل من يحرف من كلام الله ألا ترتعب أمام هذه الحقيقة أنك ستواجه الله الديان وهل المسيح الكامل الذي غفر وأحب وعاش مثال صالح يفعل العنف مثل هذا أنا أعلم في قرارة نفسك أنك تعلم هذه الحقائق لربما بسبب الخوف تحاول بكل قدرتك أن تحرف كلام الله أخيرا أحبائي نحن أتباع المسيح نحبك ونقدم لك رسالة الخلاص رسالة النور رسالة الحياة لكي تنجو من الدينون الرهيبة الآتية على العالم اشتركوا في القناة